اذا فكل رسول يأتي انما يأتي على فساد الفساد ده منتفع به ناس ومدام فيه فساد وطغيان يبقى لازم فيه مقصود عليه ومضغي عليه يوم لما يجي حد يسور على هذه المسألة ودي بتبقى صورة بشر يسور على هذه المسألة يوم يتمسكوا به ويفرحوا وعلى الاقل قلوبهم تبقى ايه قلوبهم تبقى معا لانه حيخلصهم من مين من الفساد هم يقولوا لا ده تبعك ايه ارادلهم وكأن هذه المسألة تطعن في مين تطعن في الرسول لانه لا ده ما تطعنش في الرسول ده دليل على ان الرسول كان وجوده ضروري عشان يخلص مين عشان يخلص الضعاف دولي من معينه فلابد من ثورة ودي ثورة مين من ثورة سائر كده في الان لا ده ثورة الايه السماء على منهج الارض ثورة السماء على منهج الايه الارض ثورة السماء على منهج الارض تيجي عشان تنهي الفساد وقد يسور المدنيون عشان ينهوا فساد هم يرون انه ايه فساد ولازم يكون فساد ملحوظ عمال حيؤياد ازاي عمال ناس حتسقف لهم ازاي وهو اول ما تشوف ثورة كده حتسقف لها من بقى المطحونين بالفساد بس افت السائر من البشر شيء واحد ان السائر يظل سائر هذا الآفة عايز كل يوم يعمل دوش ولكن السائر الحق هو الذي يسور ليهدم الفساد ثم يهدأ ليهني الامجاد يهدأ ما تتنكش بقى الحكاية بتاعتك دا عملها كده ومسلط التفعل على الكل والسائر هو الذي ييجي عشان اهل الفساد اللي تقوا على الناس يرد مظالم الناس لهم ثم لا يضع القوم الذين تغي عليهم على رجله ويرفص التانين برجله لا حط الاتنين بقى على رجلك حط الاتنين على رجلك عشان تستقيم الامور وتذهب الاحقال ويعلم الناس كلهم انك ما جئت ضد طائفة انما انت جئت ضد ظلم طائفة فاذا اخذت من الظالمين واعطيت للمظلوم فاجعل الاتنين سواء امام عين اكبر ومن هنا يجيه الهدوء يبقى السائر الحق هو ايه هو الذي لا يظل سائره وانما يسور ليهدم الفساد ثم يهدأ ليبني الامجات والى لقاء اخرى ان شاء الله